إزاي الأب أو ولي الأمر أو الأخ الكبير يلاحظ أن فيه متعاطي في البيت ما هي العلامات التي تبدو على متعاطي المخدرات؟ طيب الأعراض كتير ومتنوعة ولكن إحنا دايما بدؤون أن في بعض مؤشرات الخطر اللي ممكن تظهر على الولد أو البنت عشان أبتدأ أخد بالي وألجأ للمتخصصين عشان أعرف إيه هي المشكلة اللي عند الولد أو البنت طيب فيه أعراض جسدية وفيه أعراض نفسية لو هنتقل الأول بالأعراض الجسدية عشان دي تبقى الأبرز شوية طبعا الحاجات العامة اللي احنا عارفينها زي أنه ممكن يكون فيه إحمرار في العين فيه هالات سودة تحت العين فيه بعض القرح في الجلد والعلامات البرزة في الجلد طبعا فيه تغيرات في الشاهية بشكل كبير يحصل زيادة في الوزن أو نقص في الوزن بشكل زيادة مبالغ فيه لأنه في ناس ساعات بتربط المخدرات بنقص بس الوزن لكن هو ساعة ممكن يبقى فيه نقص أو زيادة عن اللازم وتفتح الشاي بالزبط دي الأعراض الجسدية الأعراض النفسية بقى لو هنتكلم على العصبية الزيادة لو هنتكلم على الكدب الزيادة لو هنتكلم على أن الولد أو البنت بيطلبوا فلوس بشكل مبالغ فيه وإحنا مش عارفين هم بيودوا الفلوس فين لو هنتكلم على أنه بدأ ينعزل وينطوي وياخد جنب الوحده كل العلامات دي مش بالضرورة تقول إن فيه مشكلة مخدرات أو إدمان ولكن بتقول إن فيه حاجة مش صحة أو مش مظبوطة ممكن يكون من ضمنها الإدمان ممكن يكون من ضمنها فيه شكل من أشكال الانحراف خلاص ممكن يكون من ضمنها الإدمان ساعتها بنلجأ ليه المتخصصين اللي هو الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو رقم بتاعه 16 يعني أنا لو شفت العلامات دي من غير ما أخده عمله تحليل مخدرات أكلم صندوق مكافحة نحن نكلم الصندوق عشان نروح نعمله تحليل يعني أنا وليه الأمر أنت قصد إنه ما يتصرفش لوحده بالضبط